اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الإشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحب يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نتوصل معاه في اسرع وقت اول حاجة يا اخواني عزيزي اللي عنده امنية او عنده حلم او عنده هدف بيسعى عليه ولسه ما تحققش ان شاء الله ربنا هيكرمه ويحقق امنياته ويحقق اهدافه ولكن الشخص ما عليه الا ان هو يستمر في طلب الشيء اللي هو بيتمناه او ان هو ما يقسي من اول محاولة او تاني محاولة ولكن يحاول ويجتهد ويشوف الاسباب اللي هي تؤدي الى تحقيق هدفه وتحقيق طالما ان هي حاجات مشروعة وحاجات مفهاش اي خلافات اصعى فيها ويبحث عنها وان شاء الله هتحصل على اللي بتتمنى باذن الله ولكن في حدود الشرق في حدود اه المعقول ما فيش حد يلجأ لحاجات اه مش كويسة عشان خاطر يحصل على الشيء اللي بيتمنى اه كل اللي عليك ان انت تشوف الطرق السليمة اللي هي توصلك لهدفك اول حاجة يا خاني عزائي من الرؤى اللي بتدل على انك هتحقق شيء صعب في حياتك رؤية الامتحان اه ازاي الامتحان انك تشوف نفسك مثلا اه في الامتحان مع انك مثلا ما خلص دراسة من فترة اه كمان بتشوف نفسك ان انت بتحل على الاسئلة كويس اه ان انت جوبت كويس اه بتظهر كمان ان انت نجحت في الامتحان والحاجات دي وبتبقى سعيد وفرحان اه ان شاء الله دي بشارة على تحقيق شيء صعب باذن الله تعالى كمان رؤية اصدقاء الدراسة في المنام تعتبر من الاشياء المهمة اللي بتدل على ان في شيء هيتحقق ان شاء الله وخاصة لو الاصدقاء دولا بقالنا فترة ما بينشوفهم شيء وما بنفكرش فيهم طبعا فلزلك لما نشوفهم في المنام نعرف ان احنا مقبلين على شيء مهم جدا وشيء هيتحقق ان شاء الله ايضا يا اخواني عزيزي رؤية صعود جبل في المنام يعني ايه صعود جبل يعني بتلاقي نفسك ان انت ماشي مثلا في طريق والطريق ده في جبال مثلا انت بتصعد الجبال ده وبتتخطها كذلك الامر ممكن تكون بتصعد لأدوار في المنزل بتاعك يعني مثلا بتصعد من الدور الاول للدور التاني لحد ما وصلت قمة البيت كذلك الامر ممكن تلاقي نفسك ماشي في طريق اه الطريق ده عبارة عن مطبات وحاجات كده وانت بتتخطى الحاجات دي وبتتخطى بكل العقبات دي علامة مهمة جدا على انك ان شاء الله هتتخطى مشاكل وهتتخطى هموم وهتتخطى امور صعبة في حياتك وان ان شاء الله في حاجة كويسة جايلك ان شاء الله هتحصل عليها زي ما قلنا ممكن تكون امنية انت بتدور عليها او حلم انت بتدور عليه وبتسع عليه انك تحققه وان شاء الله هيتحقق بإذن الله في الايام القادمة ايضا انخوان العزاء رؤية شخص يعطيك اكل عموما زي ما قلنا اه اي شخص يديك هدية او اكل في المنام ده خير ان شاء الله اه خير كبير جدا هتحصل عليه وخاصة لو كان الشخص اللي انت شفته في المنام انت شخص عارفه فدي بشارة لك وعلامة على انك بإذن الله هتحقق شيء مهم في حياتك شيء صعب شيء انت فقدت الامل فيه شيء انت بتبحث عنه باستمرار اه من خلال ان شخص يجي لك في المنام يعطيك مسلا رغيف خبز يعطيك مسلا خضروات مسلا اه اكل والحاجات ديت من انواع الخضروات او انواع الفواكه اه شخص مسلا بيعطيك اموال ايضا دي علامة على الرزق والخير ان شاء الله كمان ممكن تلاقي اه شخص متوفي بيعطيك اه هدية او بيعطيك اكل او بيعطيك اموال اه الرؤية برضو تبشرك ان ان شاء الله هتحقق شيء كويس او في خير قادم لك ان شاء الله في الايام القادمة والله اعلى واعلى كمان اخواني عزيزي رؤية مهمة جدا اللي هي ظهور اه بطاقة الهوية في المنام بطاقة الهوية اللي هي بطاقتك الشخصية يندرج عليها ايضا اه جواز السفر وعقد العمل اه دولة اه تلات حاجات دولة بيدلوا على انك ان شاء الله هتحقق شيء مهم في حياتك او شيء صعب في حياتك اه يعني مسلا ممكن تحصل على وظيفة اه ممكن تحصل على سفر لو انت بتفكر بالسفر مثلا كمان عقد العمل بيرمز الى الزواج ايضا وبيرمز الى الرزق ايضا اخوان عزائي رؤية ركوب سفينة في المنام ركوب السفينة مع الشخص اللي انت مثلا بتتمنىه في المنام دي علامة على تحقيق امنية غالية جدا كمان ركوب السفينة وعبور اماكن معينة او الذهاب بيها لاماكن معينة وكل ما كانت السفينة مستقرة وما فيش حاجات بتهدد السفينة بالغرق مثلا زي امواج عالية والحاجات دي دي علامة اخوان عزائي على ان ان شاء الله هيتحقق امنية غالية باذن الله وان فيه فرح قريب جدا ان شاء الله للشخص اللي يشوف الرؤية دي سواء الرجل او امرأة كمان اخوان عزائي ركوب السفينة مع الاهل مثلا والاقارب وابقوا مجتمعين كلهم في سفينة واحدة دي علامة على اصلاح مشاكل وانتهاء مشاكل ايضا رؤية السيف في المنام السيف في المنام اخوان عزائي من الرؤى المهمة جدا التي تشير الى القرارات الصعبة او الامور الصعبة في حياة الشخص انك تلاقي نفسك مثلا حصلت على سيف او في سيف قدامك يعرف على طول ان انت مقبل على موضوع مهم او موضوع انت لازم تاخد فيه قرار شيء مهم يعني في حياتك لازم تكون واضح فيه وتاخد قرار صح فيه او موضوع انت مثلا متردد فيه كمان اخوان عزائي رؤية الماشي على الماء من الامور المهمة التي تدل على انك ان شاء الله هتحصل على امنية غالية لان طبعا اه الماشي على الماء شيء صعب جدا محدش يقدر يعمله فانك تشوف نفسك في المنام الماشي على الماء دي من افضل الاشارات اللي هي بتدل على انك فيه امر صعب جدا وانت ان شاء الله هتتخطى الامر الصعب ده وهتقدر عليه وتتحقق حلمك بازن الله اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والمعلومات وضحت فيه وشكرا لكم مع المشاهدة ولو حد عنده رؤية او حلم وحبف الصرع ممكن اكتب لنا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته